صباح خير جميعاً الحقيقة سعيدني جداً أن أرحب في البداية سيد مهندس أبراهيم بي محلب محلب مصبوط فن أبراهيم بي تبعط مساعد رئيس الجمهورية المشروعات القوامية والاستراتيجية وتولى كمان مسؤولية استرداد أراضي الدولة وهذه مسؤولية عصيبة وهو تعرض مسؤوليات الجسام في مراحل كثيرة من حياته ونذكره دائماً بكل خير وسعيدنا يكون معنا كمان أمير سيد أحمد مستشار السيد رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني والحقيقة هنأب نثمن جداً مشاركتهم في هذه الفاعلية وسعيدني طبعاً الترحيب سيد الحضور جميعاً وأنا شايف القاعة المليئة القضية المحورية الأساسية اللي إحنا بناعتقد أنها بتاع أخل السسمار في الوقت الحالي تتعلق بمنظومة إدارة أراضي الدولة ومقترحات التطوير بشأنها المركز المقصد للرسالة الإقصادية دائماً دائماً يتعرض لترحي ومنقشات قضية محورية وهذه القضية تأتي على قمة هذه القضايا القانون نفسه بيشجع على التعدي لأن كان اللي يريد أن تصلح أرض القانون بيقوله وروح إسمة جدية ثم تأتي إلى هيئة التعمير والتنمية الزراعية حتى تستطيع الحصول على عقد ابتدائي ومن هنا ظهر الخلل خلل إداري وخلل غير إداري أيضاً وفي ناس كتير راحت دخلت في بدأت مشروعات زراعية ثم فعلاً غيروا النشاط وده كان موضوع من المواضيع الهمة جداً اللي هو تغيير النشاط أنا أخذ أرض زراعية وأخذها بثمن بخس وأغير النشاط من نشاط زراعي كلمة زراعي يعني زراعة مثمرة منتجة إلى أعمال تطوير عقاري الفرق كبير جداً وتكونت رواط كثيرة جداً والنهاردة لما بنقول نقنن الأوضاع أنا بتكلم أن ده حق الدولة هناك آخرين خدوا أراضي زراعية أراضي في ولايات أو في مناطق لا تصلح أصلاً للزراعة ليس لها مقنن مائي ودي مشكلة كبيرة جداً أنه واحد ابتدى يدخل في منطقة ملهاش مقنن مائي فإما يتعدى على مياه سطحية أو زي مياه النيل بدون تخطيط وبالتالي يزرع ويحطنا أمام أمر واقع لأن اللي بعده مش قادر يزرع وده أيضاً من المشاكل اللي احنا واجهناها هناك أيضاً ناس أخدوا أراضي واشتغلوا بمياه جوفية في مناطق المخزون الجوفي يؤثر على السياسة المائية للدولة كلها لأنه ما فيش مياه في المنطقة دي أو أنت بتاخد مياه من مخزون جوفي شاله جداً أو وده مش من حقك لأنك أنت بتأثر على المخزون الجوفي للجمهورية وبالتالي تعددت المشاكل هناك من تعد على أراضي لا تصلح زي أراضي الأثار وتعد عليها هناك من تعد على أراضي محميات بيئية وده كانت مشاكل كثيرة جداً وهناك من تاجر في الأراضي بحيث أنه أخذ أراضي وهنا مشكلة كبيرة جداً وأنشأ جمعية وهمية وهذه الجمعيات الوهمية يعني عملت تأسيم للأراضي وإحنا وجهنا هذه المشكلة يمكن في شرق القاهرة زي المنطقة اللي هي القدسية والمناطق اللي كانت فعلاً ابتدت تتقلب إلى عشوائيات ودي ما كانتش أيضاً مخططة إطلاقاً لأن تكون إلى يعني هم أخدوها كأراضي زراعية ثم ابتدوا يعملوا تأسيمات هذه التقسيمات خارج عن أي نوع من التخطيط ومن هنا كان برضو الدولة تدخلت وضمت هذه الأراضي إلى هيئة المجتمعات العمرانية حفظت على برضو الناس اللي هم احنا اعتبرنا أن حسن النواية دائماً موجود ويمكن دي كانت محدد رئيسي في لجنة الأراضي السردات الأراضي الدولة حسن النواية وبالتالي احنا مواجهناش مشاكل مع الناس اللي هي من يريد فعلاً أن يقنن وضعه ويعطي حق الدولة وفي نفس الوقت احنا عايزين نحافظ عليه وعايزين نحافظ على استثماراته مواجهناش عايزين المشاكل وإحنا واجهنا مع مشاكل اللي هو رافض أنه يعني يسدد حق الدولة هنا قدرنا نواجه مشاكل هناك بقى أيضاً عشوائية كبيرة جداً في التعدي على أملاك دولة زي مثلاً أملاك السكة الحديثة في حرم السكة الحديثة وانشئة مباني وبكثافة عالية في انشاءة محلات تجارية وانشاءة تكتلات عشوائية هناك أيضاً في التعدي على النيل التعدي صارخ على النيل كان وخصة على حرم النيل حرم النيل يقصد به المناطق اللي هي بنسميها مناطق محظورة اللي هي حد 30 متر يمين وشمال النيل من أعلى مستوى للمية بناخد 30 متر دي المناطق المفروض أنها تبقى محظورة هناك تعديات كثيرة جداً بلغت بالألاف في عام 2015 أو في نهاية 2014 كنا أصدرنا وصيقة لحماية النيل يعني وشرفت هذه الوصيقة بتوقيع مجلس الوزراء بالكامل وباعتماد السيد رئيس الجمهورية ومن هنا بدأ فعلاً سياسة لموجهة التعديات ولكن المشكلة النهاردة أن هناك عود يعني هناك أنت لأن أنت بتتكلم على 3000 كيلو من جانبي النيل لما بنجي 3000 كيلو تقريباً من النيل وفروعه وبالتالي السيطرة هنا مهمة جداً على تنفيذ القانون القوانين كثيرة وتنقية القوانين يمكن من أهم الحاجات اللي النهاردة المفروض لو نتكلم على منظومة إدارة الدولة نفكر في منظومة إحنا يمكن كان عندنا أمس اجتماع ده الاجتماع الـ 270 لللجنة 270 ده فعلاً كان الاجتماع الـ 72 أو 71 ثم قررنا أن احنا إن شاء الله برضو هناك اجتماع يوم الأحد هو مش القانون اللي بعده إن احنا نقف ونقيم كل اللي احنا شوفناه في هذه الاجتماعات بحيث إن احنا زي ما بقول دايماً نبتدي نواجه مشاكلنا بدوى تركيب إحنا عندنا أمراض كثيرة في مجتمعنا في الواقع مش هنقدر نحلها فقط لا بالاجتماعات المغلقة ولا بالنظريات هو حلها إن فعلاً تعيشها وتعيشها بمعنى كلمة إن انت تعيش تفاصيلها في الواقع وعلى الأرض ثم تقعد مع الناس اللي هي عندها الخبرة بصرف النظر عن مواقعها هو ناس في ناس عندها خبرة الخبرة القانونية الخبرة الإدارية الخبرة الزراعية اللي هما فادهم في العمل نفسه ومن هنا تستطيع إن انت تستخلص النظرية أو الدواء التركيب اللي يعالج بمشاكين الأمور واضحة جداً للوقت وتحفزت على جميع الولايات وعلى حتى من ناحية الجغرافية عارفين المناطق يعني إحنا لو هنوصل أكثر هناك تعدي على ثروات أيضاً في الصحراء الشرقية في منطقة البحر الأخمر ويمكن أنتوا سمعتوا على الدهابة والدهب والكلام ده فهي لأن إحنا نتكلم على مليون كيلومتر مربع وبالتالي يعني يصحق الموضوع فعلاً إن احنا كنا نقعد ونتكلم مع المجتمع المدني ومجتمع التشريعي والتنفيذي لأن نسمع الأراء وعشان كده الحقيقة حارصنا إن احنا نكون موجودين بينكوا ولكن أنا حبيت أديكم بريف على اللي عملناه في لجنة السردادة الأراضي النتائج كويسة يعني لغاية النهاردة يعني الفلوس اللي دخلت في حدود أربعة مليار دي مش كل المبالغ أنت عارف بيبقى فيه مقدمات وبتتأسم ولكن هناك مشاكل كبير بقى وجهناه وكانت يمكن دخلت فيه زي ما بيقولوا يعني طريق مسدود توجهت وتحلت وأضايا كبيرة فعلا بدل ما كانت تأخذ منحنا جنائي أو خدناها بطريقة إن احنا فعلا حلناها خدنا حق الدولة خفزنا على المستثمر وده كانت يعني التوجه الرئيسي وكان أيضا هناك محدد إن لا أي حد زارع شجرة واحدة ما أزلناش هناك أيضا مثلا من المشاكل اللي احنا بنواجهها لو احنا تكلمنا على سينة وأراضي سينة اللي هي منطقة سهل الطينة لما نتكلم عن منطقة سهل الطينة أو المشروع الكبير اللي هو ده كان بدأ من يمكن أواخر السبعينات اللي هو ترعة أواخر السبعينات إن احنا كان مستهدف ربعمائة ألف فدان طب إيه اللي تزارعه الوقت تقريبا ما يزيدوش عن خمسين ألف فدان قول نقول في كله بالرغم إن المآخذ موجودة والترعة موجودة ولكن لما نتكلم على سهل الطينة دولة تقريبا في حدود أربعين ألف فدان وناس كثيرة أخذت عشرين ألف فدان مثلا اللي احنا رفعناه عن طييل الاستشعار عن بعد كان برضو الاجتماعي مبارح عشرين ألف فدان وأكتر اتعملت مزارع سمكية لا يمكن لما فيش منطق إن احنا ناخد مية حلوة ونعمل بها مزارع سمكية وهي أصلا للزراعة طيب النهاردة الأعداد كبيرة احنا بندي بقى مهنة المواجهات اللي هي فيها نوع من التوازن الاجتماعي وأيضا لأن دايما هناك توازن بين نحنا نواجه المشكلة بنوع من البعد الاجتماعي ولكن في الأول وفي الآخر هناك مصلحة عام فاحنا ادينا مهلة لغاية تلاتين ستة هذا العام دي تالي كان قبل كده كذا مرة وكذا كذا انظار بيطلع بتكفيف هذه الأراضي ولكن بقى فعلا احنا بنتكلم فعلا بجد احنا بنقول نجافف الأراضي وهتبقى فيه منطقة المنطقة دي عشان فيها أملاح كتيرة جدا هنسمح بيه زراعة الرز ودي برضو لمدة لأن ده هيخسل الأرض ودي برضو مربحة فبنعمل التوازن بين ان خلاص انت مش هتخسر كتير بالعكس انت هتكسب ان انت كدولة بتزرع رز وانت مستفيد وانقنن هذه الأراضي انا الحقيقة حبيت اعمل لكو بريف سريع كده انا ما كنتش ناوي اتكلم يعني هم انا فجئت يعني لكن انا كنت ناوي اسمع فارجو ان انا اكون وصلت الرسالة شكرا